لحظات تضامن إنساني عابر للحدود والتصنيفات صرخت غزة فلبت الإمارات النداء تألمت غزة فهبت الإمارات تمد جسور العطاء اشتكى جسد غزة فتداعت له سواعد الإمارات شباباً ورجالاً ونساء شكراً ورجالاً ورجالاً شكراً ورجالاً نصنع التطبيقات لحظات التسحية لحظات التسحية لقد أصدق من 21 أعتقد أنني قد قد أصدق 16 أو 17 هذه مسؤولية كبيرة أننا نكون عند حسن الضال وأننا نؤدي واجبنا وزيادة I had the opportunity to lead 19 of them so 19 flights when the management came and griefed me about the whole operation I had a lot of emotions going on because I could see what was happening they've been through a lot right I mean they've seen the other side the house collapsed on them a bomb fell down on their house they have no food no water they lost everything هذه الناس احنا مكلفين ان نوصلهم بالسلامة لمارة وظبي وهذه مهمتنا فبنسوي المستحيل عشان نأديها بدنا نختار اول شيء الطيارين بدنا احنا أنا وكابتن دريز كابين كرو we try to select people mostly Arabic speakers 75% of male because there is a lot of physical help on the ground and people who are emotional but who can take it okay let's go take off أول رحلة يعني ما كانت رحلة سهلة لأن معلوماتنا عن المطار نفسه جدا بسيطة من ضمن الأشياء اللي كنا مستعدين لها أنه في حال ما نزلنا بالعريش متأكدين أن عندنا وقود كافي أن نروح لمطار القاهرة كان معانا تقريبا فريغ من وزارة الخارجية وفريغ من الأطباء وممرضين كأنه مستشفى طاير أول ما شفناهم كانت يعني يبالها قلب قوي شوي نوصل هناك إلى العريش فمرات يكون في تغيير في الرغم كنت تغيير الفرصاتية ونقص هذا ونزيد هذا ونحن نحاول أن أكبر عدد ممكن كنت تغيير في الأول وسأل M787 ولو nunca أولا مقارن الآن كنت تبقى بواين 777 نسبة من لدينا كنتهي منذ آخرين ونطلقين لدينا بأن يناديا تماما خبرار رحلة والذي كانت أردل من قربات الأول كل الخبرار يجب بالنسبة لربما يجمع بذعب أبو دابي لديهينجيورين والنسلسلسلين في الحلقات من المطلوب. كل نسلسلسلل تأخذ نين مزال. ونحن ناديل مزال مزال يمكننا نسلسل السلسلسل. لإذاً من مزال مزال لكي يمكننا نسلسل المزال. لذلك يمضح نسلسل المزال لنسلسلسللل. من واجه لكي نسلسل. المترجم للقناة ومن ثلاثتها كانت أكثر أرغنية أعتقد أننا نتحدث عن السرطة الأولى في عام 12 سنوات ومن ثلاثتها في عام الألعيش إلى أكبر 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 لذلك كانت أكبر 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 أتذكر أنني أتذكر أحد الأشياء التي كانت في الأول أنني أستطيع أن أعطيت تاة لتأكبر أجل أسعره فقد اخذتها و يمكنني أن رأيه بدأت أشعر بالتعب و قلت أشعر وقت تتبع لديه مزارة في حالة لذلك حيث تتبع لديه أكبر وضعه شعوره كانت جداً نحن سعرنا الكثير من النحل نحن سعرنا كان عندنا واحد من الحالات اللي بنا معنا كسر قلوبنا لأننا مسكين من كثر الآلام من فترة لفترة كان صوت يوصل عندنا بالكبينة من الآلام مسكين موسيقى 30, 20, 10 موسيقى 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 ما يفعله الأولى الأولى ما يفعله الأولى الأولى هذا هو المشكلة المدل الإماراتي و هذا ما نحاولنا لتحاولنا إلى الناس من إتحاد لتغيير حياتهم عمل منظم وسريع ومحترف في نفس الوقت كل مثل خليط النحل بصح في منهم دكاترة في منهم أخصائيين في منهم إداريين لكن كانوا يشتغلون أي شيء وكل شيء لخدمة المرضى أبداً ما حسيت في وقت من الوقات أنهم يدون مهامهم بتملل أو بتعب كانوا يدونها بالتسامن بسرطة مختلفة بعد كل هذه الهاتف أعتقد أننا نصرنا أعجباً من المدلسة في أيضاً أعجباً فهو أحد جميع جميعا نملكنا. ما يأتي من مجموعة من قبل، مهلا يملك لديه مباشرة. هناك لأننا جميعا جميعاً. لدينا جميعاً لأننا جميعاً لدينا. لأني أكثر من المهمة هو التعرق من الناس. عندما أصبح مستخدمة لتفعل شيء كذلك على طريق المنطقة، فقط أصبح مستخدمة كميسة. فاليحظة مجموعة كتابة في القرآن، فأصبح حقاً في الحقيقة هنا. هذه الفلائة لديها مجموعة. أصدقائي ليس فقط مجموعة. أنا أفعل شيئاً أخرى. أنا أعطي مجموعة على عظيم الناس. أنا أعطيهم للأسفل. أنا أعطيهم من هنا. مجرد البتسامة هذه والدعاء الذي يدعوه لنا والشيخ محمد الله طول عمره والدولة الإمارات يتعب كل يروحه ونسأل متى الرحلة اللي بعدها. حتى لو كنت في أفعالي 25 أو 30 أو 35 عام كنت لا أعرف كل شيئاً. لذلك أنا أعطي كل يوم. أعتقد أنني أعطي الأسفل عن الإمارات. ترجمة نانسي قنقر